منوك الأبراج موليد برج الأسد كيف رح بكون شهر سبتمبر عليك وشو الأحداث اللي بدأت طالك بهايدي الفترة شهر رح يكون في راحة أكتر من شهر الفائت لأن شهر الفائت عن جد الشمس معت تكون حق ومتل ما بدأ كما بتكون أنتو وكان في كتير مواجهات ومعاكسات هلأ عطارة ببرجة عم يتقدم ولكن بحركة تقدم ولكن من بعد رح ينتقل لبرجة للعزراء بدسعة الشهر يعني الأمور العملية المالية العقود تخليص وراء البنوك كل هالأمور رح يكون فيه إلى تحلحل ورح تلاقي الانفراجات أكيد من ناحية تانية أنا بحب أقول لك أن الشمس اللي هي ببرجة العزراء بدأت تفتح لك مجالات لتغيير إلى الأفضل بالعمل للترقيات للبونس للترفيع جويز أعمال جديدة مشاريع جديدة شراء أشياء ثمينة ويمكن يكون عندك تهور شوي ببعض الأمور بديك تنتبه بالأمور المالية والعملية ما تتسرع بأخذ القرارات عيد حسبتك بكل شيء يمكن يكون عندك بدك تحط أمويل بمشروع معين وشراء أسهم شراء دهب بعقارات ورح يكون عندك طلعات كتير بهذه الفترة يعني منسبات تنضع عليها زيارة مطاعم وكمان رح يكون عندك سفر موليد برج الأسد واهتماماتك كلها عم بتكون كمان بعائلتك من ناحية تانية بحب ذكرك وقول أنه الزهرة قلي موجودة ببرج الميزان عم تعطيك الحيوية واجتماعاتك عم تكتر وعم بيكون عندك تواصل مع الأحبة وخاصة مع الأخوة عم بيكون في اتحاد والمصالحات بالطالكون وهيدا كمان يعني حين تنتقل الشمس لبرج الميزان بال23 الشهر هذا الشي اللي بدي يحرك لك الأمور العاطفية أكتر والارتباطات والعقود ورح يكون عندكم شهرة وخاصة بالشغل على السوشيال ميديا والبعض رح يكون عندهم تفكير بشراء سيارة شراء مركبة شراء أدوات إلكترونية وتنشطوا بالتنقلات وبالسفر وبالاتصالات ومشاء الله عليكم يعني أما من ناحية تانية بحب إلك أنه كسوف الأمر اللي بدي يصير ببرج الأسد بـ 18 شهر هون ببرج الحوت عفوا ببرج الحوت هون رح بيكون في عندك أمور بيتضوع ليا يمكن عندك أموال عالقة يمكن عندك قرس يمكن عندك قضية تستيطي ديون ديون مع حدا بدك تسترجعون يعني في أموال مهدولة لإلك رح تقدر تحصل عليها وكمان ممكن يكون عندك شراء يمكن عقار واهتمام بأم اهتمام ببي موليد برج الأسد يعني هذا الشهر شهر مالي يعني يرتبط بالمال إن كان كسوف الأمر ببرج الحوت وإن كان الأمر ببرج الشمس ببرج العزراء وما تنسى أنه في عندنا وليدة أمر شديد بثلات الشهر ببرج العزراء هادي الولادة الأمر عم بتكون كمان ببيتك التاني ممكن يخلق عندك أمور جيدة بالعمل انطلاقة جديدة عمل مشروع عقد جديد وأي بداية بتعملها بتكون مكللة بالنجاح فكرمال هيك أنا بقل لك حتى الأمور العاطفية رح بتكون هادي والبعض عندهم ارتباطات ومصالحات بتطالكون أما من ناحية الصحة صحية بدك تحسن أمورك بدك تكون أفضل أكيد ونفسيتك بقى تتحسن بس خلي الاتسامي على وجهك يا مولود برش الأسد وقول الله شوفك عخير